اسم الاب والابن وروح القدس الاله الواحد امين احب اشكر الكوير على اللحم الابون لهم قدمه لنا حاجة جميلة ان الولاد يحفظوا ارحان الكنيسة والحان التسبحة دي تحببهم في الكنيسة وتحببهم في التسبحة حاجة جميلة ان هم بيحفظوا ارحان الكنيسة بهنيكم بعيد الصليب وزي ما حضراتكم عارفين ان الصليب لي عيدين واحد شهر مارس واحد شهر سبتمبر عشان دايما عيد شهر مارس بيجي في الصوم الكبير وده العيد الاساسي فبيحتفل بيوم واحد بس فشهر سبتمبر احتفلوا بيه تلات ايام علشان مش هنحتفل في الصوم الكبير بثلات ايام فيوم واحد صوم الكبير بثلات ايام في شهر سبتمبر بوليس الرسول قبل ايمانه بسيد المسيح كان يهودي متعصد اللي ترألي كان بيكره السيد المسيح المسلوط وكان بيعذب اتباعه المسيحيين باشد انواع العذاب لغاية لما السيد المسيح ظهر له وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني فقال له من انت يا سيد فقال له انا يسوع الناصري الذي تضطهده وتغيرت حياة بوليس الرسول بعد ان كان مجدفا ومضطهدا ومفتريا ده الوصف اللي هو وصف بنفسه واحب السيد المسيح الذي خلصه احبه من كل قلبه وهذا الحب ملك على كل كيانه ومشعره وكل عاطفة فيه فصار بوليس الرسول يكرز بالصليب الذي اتهده فمثلا فرسلت لأهل كورنثوس مدينة العلم والرقي وايضا مدينة الخطية قال لهم لاني لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح واياما صلوبا وفرسلت الغلطية قال لهم اما انا من جهتي فحاش لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صرب العالم لي وانا للعالم يا ترى ايه السبب اللي خل بوليس الرسول يفتخر بالصليب بعد ما كان بيحارب الصليب لان بوليس رأى في الصليب قوة الله وحكمة الله قوة الله التي انتصر بها على الشيطان وعلى الموت وعلى الخطيئة وحكمة الله في التوفيق بين الحكمة بين الرحمة والعدل علشان كده بوليس الرسول خلى رسالة الصليب هي رسالته الوحيدة وقال لأهل كورنسوس نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالة اما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله بوليس رأى في الصليب ان كل شيء في حياة المؤمن بتدور حول الصليب لان الصليب هو اساس غفران خطيانا هو اساس سلامنا مع الله هو اساس تكرسنا للخدمة هو اساس احتمالنا للألام ف لهذه الاسباب جميعا بوليس الرسول افتخر بالصليب وقال حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح وخلي بالكم لما نتكلم على الصليب احنا بنتكلم الصليب خط قوته منين من السيد المسيح الذي صلب عليه فاحنا لما بنتكلم على الصليب مش بنتحدث عن قطعة من الخشب ولكن بنتحدث على السيد المسيح المصلوب الذي اعطى قطعة الخشب هذه هذه البركة العظيمة بركة للعالم كله بركة لكل المسيحيين الذين امنوا بالمصلوب وامنوا بالصليب للأسف للأسف كتير مننا ربما لبسين سلبان او حملنا سلبان لكن اهملنا قوة الصليب في حياتنا زي لما بعد مداود ادى الجليات اخدوا السيف وحطوه كده وراء الافود لكن مفروض السيف ده يتاخد علشان نشوف ما مادة تأثيره مفروض الصليب نحمله مش مجرد في ايدينا ولكن في حياتنا علشان كده عايز اتكلم لكم النهاردة عن الصليب في حياتنا العملية اول نقطة الصليب هو اساس غفران خطيانا وتبريرنا وتبريرنا زي ما قال بوليس الرسول عن السيد المسيح الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا بدون سفك دم لا تحدث مغفرة فدم السيد المسيح الذي صفك على الصليب هو الوسيلة الوحيدة للغفران والتبرير بوليس يقول في رمية خمسة تسعة نحن متبررون الآن بدمه يعني ايه التبرير يعني كل الاحكام اللي علينا سقطت لان سيد المسيح حمل العقوبة بدلنا فكل الاحكام اللي علي سقطت اصبحت بار بس هذا البر هو بر المسيح الذي اعطى لنا طيب ليه بدون سفك دم لا تحدث مغفرة او لا تحصل مغفرة لان الدم يحمل الموت والحياة معا ازاي يعني لما واحد بيسفك دمه بيموت والموت ده قصاص الخطية ولكن الحياة هي ايضا في الدم لان نفس الانسان هي في دمه زي ما نعرف لويين سبعة حداشر علشان كده الكتاب تكلم عن الدم كما لو ان الدم له حياة او كأن الدم ده شخص يتكلم فربنا يقول لقايين مثلا صوت دم اخيك صارخ الي من الارض صوت دم اخيك صارخ الي من الارض وفي فسالة العبرانيين لما تكلم على دم المسيح في عبرانيين اتناشر الدم رش يتكلم افضل من هبيل دم رش يتكلم افضل من هبيل عشان كده الدم يمثل الموت ويمثل الحياة ايضا الفكر ده كان واضح في الزبيحة اليهودية فكان اليهودي بيأتي الى الدار الخارجية من خيمة الاجتماع الي موجود فيها مسبح المحرقة وبعدين المرحضة النحاسية وبعدين كان الزبيحة الي بيجيبها تزبح وكأن الزبيحة دي بتحل محل الشخص الخاطي فزبح الزبيحة علامة على ان العقوبة الخطية موت اجرة الخطية موت ولكن الزبيحة دي بتحل مكاني زي ما سيد المسيح مات بدلا عني فبدبح الزبيحة كأن الشخص بيعترف الخطية بتاعته وباستحقاق الموت بس بس دا الوكه الاول من الزبيحة اما الوكه التاني من الزبيحة فالكاهن كنائب عن الله بياخد دم الزبيحة وبيرش على المسبح علامة لان الحياة قدمت الى الله دا بالضبط اللي عمل السيد المسيح ففي الصليب كان فيه موت وحياة فزي ما الزبيحة كانت بتقتل او تزبح في الدار الخارجية وده كان الموت هكذا السيد المسيح خرج خارج ارشاليم وزبح لاجلنا وزي ما رئيس الكاهنة كان بياخد الدم الى قدس الاقدس في يوم الكفار العظيم وبيرش على غطاء تبوت العهد اللي هو بيعتبر زي عرش الله وده معناء الحياة هكذا السيد المسيح قام من بين الاموات وصعد الى السماوات بدمه ودخل الى الاقداس السمائية فوجد فداء ابدي فبوليس الرسول لم يتكلم على الفداء والتبرير يقول أسلم من أجل خطيانا على الصليب وأقيم لأجل تبريرنا قد الغفران والتبرير فالدم هو الموت والقيامة هي الحياة أما أما تخول إلى قدس الأقداس وهو الصعود فداء علامة الخلود والثلاث حاجات دولت تعتبر عملية وحدة في الكفارة في تبريرنا الصليب هو عقوبة الموت القيامة هي الحياة والصعود هو الخلود زي ما السيد المسيح قال هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم لمغفرة الخطايا طيب هذا الدم والموت أما الدم والقيامة نقرأ عنها في عبرانين 13-2 13-20 آسف يقول وإله السلام الذي أقام من الأموات ربنا يسوع المسيح بدم العهد الأبدي خلي بالك الدم مرتبط بالموت دمي الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا والدم هنا مرتبط بالقيامة الذي أقام من الأموات ربنا يسوع المسيح بدم العهد الأبدي والدم مرتبط بالصعود في عبرانين 19-24 يقول دخل بدم نفسه مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد زي خيمة الاجتماع أشباه الحقيقة بل إلى السماء عينها ليصهر الآن أمام وجه الله لأجلنا يبقى يبقى شفتوا ارتباط الدم بالصليب ارتباط الدم بالقيامة وارتباط الدم بالصعود الموت والحياة والخلود علشان كده احنا نرى في دم يسوع الذي صفق على الصليب الموت لأجلنا والحياة لأجلنا والأبدية أيضا لأجلنا مش كده لما ببص لصليب المسيح وبتذكر دم يسوع ده أساس غفران الخطية أساس فدأنا وتبررنا لو هذا الحق أشرق أمام عيني هقول يا رب نحن نحبك لأنك أحببتنا أولا وهقول معك لا أريد شيئا على الأرض لأنه لا يوجد حب أعظم من هذا أن يبذل إنسان نفسه من أجل أحبائه يبقى أول حاجة لما بنظر إلى الصليب بفتكر غفران الخطية والتبرير تاني حاجة الصليب هو أساس السلام مع الله وبوليس الرسول شرح ديا بطريقة رائعة في رسالة أفسوس الإصحاح التاني لما بوليس الرسول بيقول من أول عدد 14 لأنه هو سلامنا ده المسيح الذي جعل الاثنين واحدا الاثنين الهممين اليهود والأمم ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة كان في الهيكل في دار للأمم واليهود في مكان تاني وفي حائط بيفصل بينهم فالحائط ده يرمز إلى العداوة اللي كانت موجودة بين اليهود والأمم لكن لما تهد النهار ده في الكنيسة لما واحد يهود بيؤمن بالمسيح واحد أمم بيؤمن بالمسيح ما فيش حائط بيفصلهم ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة مبطلا بجسده نموس الوصايا في فرائد كل اللي كانت بتتم في العهد الأديم من تطهيرات وزبائح وختان أبطالها لكي يخلق الاثنين في نفسه اللي هما اليهود والأمم إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما لأننا الاثنين بينا أعضاء في جسد المسيح ماري مرؤس كان يهودي ماتة كان يهودي لوأ كان يهودي أو يوحن كان يهودي وكل دولة في جسد المسيح مع الأمم أصبحوا إنسانا واحدا وبعدين ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب يعني اليهود والأمم في جسد المسيح وبعدين صالح الاثنين اللي بقيوا واحد في جسد المسيح صالحهم مع الله القاب ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله الآب بالصليب قاتلا العداوة به يبه هو قتل العداوة بين اليهود والأمم ده البعد الأفقي وقتل العداوة بين المسيحيين والله بالصليب فجاء وبشركم بسلام المسيح جاء وبشرنا بسلام أنتم البعدين والقاربين البعدين الهم من الأمم والقاربين الهم من اليهود لأن به بالمسيح لما كلينا كلينا الهم من اليهود والأمم قدوما في روح واحد إلى الآب لأن الروح القدس اللي بياخد اليهودي لما يتعمد هو نفس الروح القدس اللي بياخد الأمم لما بيتعمل فلستم إذن بعد ده بيكلم الأمم غرباء ونزلا برعية مع القديسين وأهل بيت الله مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزوية يبقى السيد المسيح هو سبب سلامنا السلام ده تم على ثلاث مستويات الإنسان مع نفسه لأن لما خطيطة غفرت قبلت نفسي فيه صرح بين الإنسان ونفسه وصرح بين الإنسان والآخر وصرح بين الأنسان والله لما الواحد يكون عامل خطيئة لك أنا مش طايق نفسي أنا مش قادر أسامح نفسي إنما لما المسيح غفر خطيئتنا الإنسان يقدر يقبل نفسه ويسامح نفسه عشان كده بولس الرسول في روميا خمسة واحد يقول فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح فضمان سلامنا هو المسيح الذي سفك دمه على عوض الصليب يديني سلام مع نفسي سلام مع الآخر وسلام مع الله أما الحاجة التالتة الصليب هو دافع التكريس لله إيه اللي يخلي الإنسان يترك كل حاجة ويكرس حياته الرب سواء تكريس كامل أو تكريس جزئي طبعا إحنا كمسيحيين إحنا كلنا مكرسين لله كل ما نفعله بنفعله لمجد الله لكن أنا بتكلم حتى التكريس من أجل الخدمة تكريس كامل زي الأباء الكهنة والرهبان والرهبات والمكرسين والمكرسات أو تكريس جزئي زي خدام مدارس الأحد أو أي واحد بيخدم في أي قطاع من قطاعات الخدمة في الكنيسة بولس عشان يشجع الكورنسيين على التكريس شجحهم بإيه بالصليب نقرأ في كورنسوس الأولى صح 6 يقولهم أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل الروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله وأنتم لستم لأنفسكم أنت دلوقتي مش مالك نفسك الله هو الذي يمتلكك لأنكم قد أشتريتم بثمن فمجدوا الله في أكساتكم وفي أرواحكم التي هي لله يعني بولس بولي أنت مش بتاع نفسك أنت المسيح اشترك بثمن فأنت من لحظة الإيمان بالمسيح والمعمودية والميرون أصبحت لا تملك نفسك بتعيش للمسيح إن عشنا فللرب نعيش وإن موتنا فللرب نموت يقول لهم برته في رسالة كرونسو الثانية صح 5 عدد 14 و15 يقول لأن محبة المسيح تحصرنا في أي اتجاه أروح ألاقي محبة المسيح محوطاني إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن ماتوا وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام لما كل يوم أنظر الصليب وأعرف إن المسيح مات لأجلي يبقى أنا مش مفروض أعيش لأجل نفسي بل أعيش لأجل السيد المسيح الذي مات لأجلنا وقام فالصليب هو اللي بيدفع الإنسان المؤمن للحياة من أجل المسيح لأنه بيشعر إن محبة المسيح بتحصره فلا يستطيع إلا أن يكرس نفسه لربنا علشان يرد هذه المحبة نحن نحبه لأنه أحبنا أولا والارتباط بين الصليب والتكريس موجود حتى في العهد الأديم يعني يوم إقامة هارون كرئيس كهنة نقرف لوين 8 23 يقول ثم قدم كبش الثاني فزبحه وأخذ موسى من دمه وجعل على شحمة أذن هارون اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى إيه معنى أنه جاب الدم وحطه على الأذن واليد والقدم معنى من دلوقتي الأذن مكرسة لله ككاهن تسمع وتعرف صوت الله لأنه من فم الكاهن تطلب الشريعة واليد تعمل لخدمة الله ولخدمة أولاد الله والقدم تسير من أجل الله وتسير من أجل خدمة أولاد الله فاللي فهم الصليب صح بسهولة يقدر يكرس نفسه ربنا لأن إحنا إن كنا نؤمن بسبيحة المسيحة الصليب لا نعيش لأنفسنا بل نعيش لأجل الذي مات وقام لأجلنا أيضا الصليب هو دافع الغفران للآخرين كثير مننا أحيانا لو حد أزاني أو جرحني صعب علي أن أنا أخفر له لكن لو أنا فهم الصليب صح هي يسهل علي أن أنا أخفر للآخرين فبولس رسول أيضا لم يجد دافع يشجع المسيحي أن يخفر للموسيقين إليه أقوى من الصليب فقال لأهل أفاسوس كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين كما سمحكم الله أيضا في المسيح وربنا سمحنا إزاي في الصليب كل مرة ألاقي نفسي مش قادر أسامح واحد مش قادر أخفر لواحد أنظر إلى الصليب الصليب هيديني قوة أن أنا قادر أسامح وأخفر وأقول مع أسطفانوس يا رب لا تقم لهم هذه الخطية بوليس في رسالة كلوسي في كلوسي 3 عدد 13 يقول كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا كل من الواحد يفتكر غفران المسيح إحنا نقدر نعمل كده أنا فاكر بعد أحداث شهداء ليبيا المزيع عمر أديب تكلم وقال كده قال أنا مش عارف المسيحيين فيهم قوة عجيبة أنا مش أدر أفهمها إزاي حد يقتل أولادهم أو يقتل أزوجهم أو يقتل أبوهم وفي نفس الوقت هم يقول إحنا مسامحينه قال أنا لو أبويا عمل فيا كده مش عارف أسامحه ده كلمة بكلمة لأن الغفران ده جاي من الصليب القوة اللي بنستطيع أن نخفر بيها للآخرين ده قوة الصليب عشان عشان كده هو أتكلم عن هذه القوة بس مش عارف القوة دي بتاعت إيه دي قوة الصليب المغفرة اللي احنا دقناها في صليب المسيح هي المغفرة دي اللي بتخلي الإنسان يستطيع أن يسامح ويغفر للموسيقين إليه أيضا نمر خمسة الصليب هو سر احتمال الألم والإضطهاد والحزن بوليس الرسول لم يحب يشجع العبرانيين على احتمال الألم والإضطهاد قال لهم إيه قال لهم ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا نظرينا إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله فتفكروا في الذي احتمل من الخطى مقاومة لنفسه مثل هذه لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم عبرانين 12 32 يعني بولس الرسول بقول إيه لما تلاقي نفسك بتمر بضيق بألم بحزن باضطهاد تعمل إيه بص على المسيح بص على الصليب نظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في أمين عرش الله فتفكروا يعني تأملوا في الذي احتمل من الخطام مقاومة لنفسه مثل هذه لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم هو ده اللي هيشجعني كل ما بص للمسيح المسلوب هو ده اللي هيشجعني ويديني قوة إن أنا أحتمل الألم والحزن والإضطهاد بطرس الرسول يقول نفس المعنى يقول لأنه أي مجد هو إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون لو أنت عملت حاجة غلط وخدت عقوب عليها وصبرت عليها ما هو أنت بتأخذ اللي تستحق بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون فهذا فضل عند الله فضل حاجة ممدوحة عند ربنا كومندبل حاجة ممدوحة عند ربنا لأنكم لهذا دعيتم فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطوات ويكمل بقى الذي لم يفعل خطية ولم يكن فمه غش الذي إذا شتم لم يكن يشتم عوضا وإذ تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعد فبيقول بطرس الرسول أنتم تعيتم علشان تتألموا حتى وانتم عاملين الخير بص للمسيح اللي احتمل هذه الألام لما كان بيتشتم ما كانش بيشتم ولما عزبوه ما كانش بيهدد ده لما بطرس قطع ودن عبد الرئيس الكهنة قال له إيه بطرس أنت مش فاكرا نقدر يجيب 12 ربوة يعني 120 ألف ملاك يدفعوا قال له لا ردي سيفك إلى غمديه وفي قمة التسامح العبد اللي جاي يقبض عن المسيح المسيح رح شفاء فالصليب بيدينا قوة على الاحتمال نصر على الاضطهاد احتمال الألم والحزن بفرح لأن احنا بنرى السيد المسيح ومثاله أمامنا نمر ستة الصليب هو سر الموت المزدوج يعني الموت المزدوج بولس الرسول يقول ايه على الصليب الذي به صلب العالم لي وأنا للعالم يعني صلب العالم لي وأنا للعالم يعني العالم ميت في نظري وأنا ميت في نظر العالم ده الموت المزدوج فالمسيح ينظر إلى العالم فيرى العالم مصلوبا أمامه ولا يشتهي أي شيء من العالم لا إغراء العالم ولا جاذبية العالم ولا شهوة الجسد ولا شهوة العيون ولا تعظم المعيشة لأن كل دي صلبت على الصليب في عيني المسيح وأيضا العالم يرى في المسيح ميت شخص مصلوب يقول لك الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد الأهواء مع الشهوات فلا العالم يقدر يحرك فيه شيء ولا أنا أشتهي شيء من العالم ده الموت المزدوج صرب العالم لي وأنا للعالم شفنا احتقار العالم في شخصية موسى النبي بوليس الرسول يقول إيه بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون مفضلا بالأحرى بالأحرى أن يزل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقت بالخطية حاسبا عار المسيح إيه عار المسيح ده ده موسى قبل المسيح اللي هو الصليب بروح النبوي فقال لا أنا مش أشتهي شيء من العالم العالم مصلوب قصر فرعون ده بكل الملاز الموجودة فيه ده ده بالنسبة لي لا أشتهي منه شيء أنا أتزل مع شعب ربنا هو بقى ده الصليب ده عار الصليب أحسن من أن أتمتع بالمغريات الموجودة في قصر فرعون حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر ليه؟ لأنه كان ينظر إلى المجازات فموسى النبي حاسب عار المسيح الذي هو الصليب غنى أعظم من خزائن مصر وكان الصليب هو سر انتصاره على العالم لشان كده بولي الرسول هو بيشجعنا أن احنا نحسب العالم ميت لنا وإحنا موت للعالم يقول لنا لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب طب نعمل إيه؟ فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره ليه؟ لأن ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة هل إحنا خرجنا من العالم؟ خرجنا من العالم يعني إيه؟ مش معنى أن إحنا نفارق العالم ونموت أو نروح نعيش في الصحراء لا الخروج من العالم هو الخروج بقلبي وبفكري وبعوطفي وبمشاعري يبقى العالم ميت بالنسبة لي أنا بعيش في العالم ولكن العالم لا يعيش في لأن أنا لست من العالم أنا لي مدينة باقية في السماء المدينة العديدة عشان جنسيتنا إحنا وطنيتنا إحنا في السماويات زي ما بوليس الرسول قال في رسالة في لبي ياس خروجي خارج المحلة مع المسيح في عار وفي صليب مش كده قال لنخرج إليه خارج المحلة حاملين عاره هل إحنا مستعدين نبقى كلير لكده مش ولاد العالم وولاد ربنا حتى لو الناس قاعدوا يتريقوا علينا حتى لو الناس اضطهدونا حتى لو الناس محبناش حتى لو الناس رفضونا ما هو ده العار هو ده العار اللي احتملوا موسى النبي وحسب عار المسيح افضل من خزاء مصر هو العار ده اللي بوليس رسول قال فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره لأن ليس لنا مدينة باقيها هنا لكننا نطلب العتيدة فهل يترى صلبنا الجسد الاهواء مع الشهوات وخرجنا خارج المحلة حاملين عار المسيح ولا لا بوليس رسول قال مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا خلاص أنا مد بل المسيح يحيا في واحد تأمل إن بوليس رسول الله مقال مع المسيح صلبت يقصد إيه قال أكأن بوليس صلى الربنا وقال له يا رب سمر يدي التي نقبضت على المسيحيين وعزبات أخو سمر قدمي اللتين صارت في طريق تحتيم كنستك كل الرأس الذي فكر بالأفكار الرضية بإكليل الشوك اطعن قلبي الخداع النجس بحربة الموت لكي أموت أنا وتحيا أنت يا سيدي فيا دا الموت عن العالم دا الذين هم للمسيح قد صلبوا الأهواء الجسد الأهواء مع الشهوات آخر نقطة كيف نحي الصليب إن الصليب هو أساس شركتنا مع الله أساس شركتنا مع الله دا الحق المعلن لنا في رسالة العبرانيين بوليس الرسول يقول فإز لنا رئيس كهنة عظيم قد اكتاز السماوات يسوع ابن الله فلنتمسك بالإقرار لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرث لضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه يعني أنا مش هقدر أقف أصدم أمام الله الآب ولا يكون لي شركة أمام الله الآب إلا لو أنا اتحد مع يسوع المسلوب اللي هو يتشف علي بدم نفسه في السمويات عن مسيح رئيس الكهمة لنتقدم بقلب صادق في يقين الإمام مرشوش قلوبنا من ضمير شرير ومختسل أجسادنا بماء نقي لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعده هو أني إذا أساس شركتنا مع ثلوث القدوس وثيقتنا في الدخول إلى عرش النعمة وإيماننا الراصخ في استجابة صلواتنا هو دم الصليب دي بنقولها في اسم سبت الفرح في اسم سبت الفرح في عبارة جميلة أبونا يقول ودخل إلى الأقداس الموضع الذي لا تدخل إليه أو الذي لا يدخل إليه ذو طبيعة بشرية يعني ما فيش حد ذو طبيعة بشرية يدخل إلا سماء السماوات إنما سيد المسيح تجسد وأخذ بشريتنا ودخل بها إلى الأقداس عشان لما اتحد بالمسيح في المسيح أستطيع أن أنا أدخل إلى الأقداس السماوية وده دخل بدم نفسه لأن بدون دم لا يستطيع رئيس الكهنة أن يدخل إلى الأقداس فالمسيح دخل بدم نفسه عش كده قلت أساس شركتنا مع الثالوس القدوس ثقتنا في الدخول إلى الأقداس السماوية وإيماننا الراثق في استجابة صلواتنا هو دم الصليب دم الصليب اللي عبر عن نبول السرسول بآية جميلة جدا لما قال الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء الله الآب لم يشفق على ابنه بل بذلوا لأجلنا أجمعين على الصليب فإن كان إدانا ابنه وبذلوا على الصليب لأجلنا يقدر يدينا ملكوت السماوات يقدر يدخلنا الأقداس الأبدي فالنهارده هل أنا شعر إن الصليب ده هو أساس غفراني وتبريري هل الصليب هو أساس سلامي مع ربنا هل الصليب هو الدافع لتكريس حياتي ميت ليا هل الصليب بيعلن ليا سر الشركة مع ثلوس القدوس ولا لا أختم كلامي بقصة حقيقية حصلت هنا في أمريكا بعد الحرب الأهلية إن في جندي من جنود الحرب الأهلية ساءت أحواله جدا وكان عايش في فقر شديد فلما الحكومة سمعت به قارت إزاي ده جندي وحارب نسيبه في الفقر ده فقال هيبعتوه مزرعة يعولوا فيها الفقراء فجي مندوب الحكومة بيزور الجندي ده علشان يعرفوا الخبر وياخدوا للمزرعة دي فلما دخل وشاف بيته الغلبان أو الكوخ اللي هو عايش فيه لقى فيه برواز موجود كده على الحيطة والبرواز ده فيه ورقة زي ما تكون شيك فرحل مندوب الحكومة وخلع البرواز ده وفكه وطلع الورقة دي فلقى الورقة دي هي شيك حقيقي بمبلغ كبير وكان وكان ممضي من الرئيس لينكل نفسه كمكافأة للجندي ده بعد اشتراكه في الحرب الاهلية فمندوب الحكومة استغرب ورح سأل الجندي اللي احتفظ بالشيك السنين دي كلها وقال له انت لين ما صرفتش الشيك ده قال له انا احتفظت به لانه يحمل انضاء ابراهام لينكل فهنا المندوب قال له ده الشيك ده يحمل لك ثروة ضخمة هل انت بتكتفي انك تتطلع الى توقيع ابراهام لينكل الصبحية وانت عايش في الفقر ده قال له روح اصرف الشيك فصرف الشيك وعايش بقيت حياته في راحة واستقرار احنا الصليب ده بيكون زي الشيك ده بنتطلع اليه كل يوم الصبحية نقبله نرشم علامة الصليب نلبسه في سلسلة على صدرنا ولكن انا عايش في حياة الفقر الروحي دون ان اتمتع ببركات الصليب في حياتي دون اتمتع بالغفران والتبرير والخلاص والمحبة والفرح والسلام والشركة مع الله ومراس ومراس الحياة الابدية فهل انا هفضل بقية حياتي زي الجندي ده اللي بيتطلع الى الشيك كل يوم الصبحية ولكن عايش في فقر ولا هاخد بركات الصليب في حياتي وتمتع كل يوم بالغنى الوفير اللي موجود لي في بركات الصليب بركات الصليب تكون معجمعنا لإلهنا المجدد إلى الابد آمين زي المانتخي مؤمن تساهم المعجمعنا تكون معجمعنا الوققة وُسرًا لغنية نحو المعجمعنا جندي نحو زي الجندي في أسفل التفجمعنا تساهم 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 ذي أسفل اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة